موسيقى تحياتي لكل سيد المشاهدين وأهلا بكم وفترة جديدة من برنامجكم مع الدكتور النهاردة نتكلم عن الأورام اللي فيها اللي بتسيد الرحم يعني إيه الأورام اللي فيها وإيه ضررها على الرحم وهل الأورام دي معناها زيها زي الأورام أو السرطانات ولا بتختلف عنها طيب وهي بتصب السيدة في الرحم بيبقى نسبة الزيادة أو نسبة الإصابة لسيدات من 30% ل50% من السيدات اللي بيبدأ معاهم الورام اللي في ده طبعا وكمان بقينا نسمع أن السيدات اللي هما ذات الأصول الإفريقية أو البشرة الصمراء هما أكثر ناس أو أكثر سيدات عرضة للمرض ده طيب وإيه المرض ده وإعلاجه إزاي ولما بيسيب السيدة بيبدأ بروتوكول العلاج وهل بيأثر على الحمل ولا كل ده هنعرفه مع ضيفي لمنورنا النهار ده وهو قيمة وقاومة علمية دكتور محمد حسني استشاري النساء والتوليد والعقل استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنبيب استشاري جراحة المناظر عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقل عضو الجمعية المصرية للتدخل الجراحي الضقيق ماجستير الحقن المجهري من جامعة ميسينا بإيطاليا أهلا بيك دكتور مهورك ده دكتور عايزين نعرف يعني إيه الورم الليفي الورم الليفي ده عبارة عن ورم حميد بيصيب الرحم بتبقى عبارة عن خلية من خلية اللي بتبقى موجودة في الرحم بتصاب بنشاط بزيادة فبتبدأ تتكاثر بصفة مستقلة عن باقية الرحم فبتكون تجمع خلوي اسمه الورم الليفي هو ورم حميد مش ورم سرطاني زي ما الناس بتخاف منه أو تتوهم أن عندي ورم أو كم ده كله ليس له أي تأثير على الصحة العامة إلا في بعض الحالات المعينة طيب هل يا دكتور بيأثر طبعا على الحمل ولا لا طبعا ده أول سؤال بتسأله أي سيدة يعني أنا جالي دلوقتي الورم معنى كده إلا أنا مش أخلف لا لا الورم الليفي احنا بنقسمه كذا تأسيما يعني ليه أنواع كمان اه طبعا طيب إيه أنواع كمان؟ لو احنا اتكلمنا مثلا على الورم الليفي نتكلم على مكانه المكان اللي موجود في الرحم من بره اللي هو سبسيرس اللي هو الرحم موجوده هو موجود فيه التجويف الخارجي للرحم الجزء الخارجي للرحم وفيه الورم الليفي اللي هو موجود في الجدار الرحم نفس اللي هو الانترستيشيال وفيه اللي هو الأخطر واللي بيتعمله حساب اللي هو موجود في تجويف الرحم من جوه الورم الليفي اللي موجود ده ده بصفة مستقلة بذاتها بذاته اللي هو الورم اللي موجود جواه التجويف اللي برا اللي هو خارج الرحم اللي موجود في جدار الرحم أو موجود برا الرحم مالوش أي تأثير على حدوث الحمل إلا إذا كان الورم اللي فيه أكتر من خمسة سنط سواء ورم واحد أكتر من خمسة سنط أو سواء عدة أورام اللي فيه المجموعة الكلة ليها أكتر من خمسة سنط لكن لو الورم اللي فيه موجود جوه تجويف الرحم لو حجمه ربع ملي لازم ينشاهد لانه حاجة بتتأثري على الغرفة اللي بيحدث جوها الحمد وده بيبقى عبارة الوجود الورم الليفي في المنطقة دي بيأثر على الدورة الدموية بتاعت بطانة الرحم وبالتالي فيؤثر على حدوث الحمد ولو حصل حمد والورم الليفي موجود في تجويف الرحم وموجود مثلا في التلت الفؤاني من الرحم بيخلي السيدة اكثر عرضة للإيجاد في اول ثلاث شهور او في احسن الظروف للطلق المبكر فده بيأثر حدوث الحمد ايوه يأثر لو حجمه برر الرحم اكتر من 5 سنط ولو موجود جوه تجويف الرحم باي حجم الاحجام طيب هل ليه اسباب على وجود الورم ده انا بكون عامل يعني انا كمان ما بأثرش عليه من اكلة من نظام من اي حجم لا 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 خالص ما فيش اي سبب لأسباب وجود الورم الليفي فقالص حتى العامل الوراثي ده يكد يكون حاجة بسيطة جدا طيب وازاي بيتم اكتشافه لا يتم اكتشافه الا بالاشعار التلفزيونية المهبلية اللي بتشوف الرحم اخباره ايه ده وفي بعض الاحيان القارلة اللي هي الاورام الصغيرة جدا الجهاز الصناري العادي اللي هو او الثلاث اللي بعد ما بيينهاش بيبين بالاشعار اللي هو الرنين على الخض وده الاحجام دي لا ما يتهمناش في شيء لكن هو يتم اكتشافه فقط بالاشعار المهبلية العادية اللي هي التودي او الاشعار سلاسية لها بعد طيب هل ليه اعراض يا دكتور ممكن السيدة او البنت تشوفها اكتر اه فيه طبعا فيه رقم واحد اللي هو النزيف المهبلة ده رقم واحد او الالام اللي بتيجي اثناء نزول الدورة الشهرية او اللي سيدة بتشتكي من الالام في الحوض طول فترة الشهر براض النظر عن حدوث الحمل او عدمه طب ايه هي آليات التعامل معاه والبروتوكولي للعلاج الطبي اول ما بشوف ان فيه ورم في الرحم مجرد لو زي ما انا قلت لو فرض والورم اللي في موجود في الرحم من برة وحجمه كبير اكتر من 5 سنطي ينشال طب لو السيدة دي عندها الورم اللي في ده وما بتدورش على الحمل او الورم ده تم بعد بعد ما تكملت الاسرة بتاعتها عندها طفلين او ثلاثة ومش عادي تحمل طول ما الورم ده مش عمل لها مشاكل ايا كان حجمه مانتدخلش في استقصال الورم اللي في لكن لو الورم اللي في واحدة عندها تأخر في الحمل وعندها ورم اللي في اكبر من 5 سنطي خارج تجويف الرحم ده بيتشال بالمنزار طبعا لو موجود جوه تجويف الرحم سواء السيدة بتدور على الحمل او مش ما بتدورش كده كده هتشكي من النزيف فلازم يتم استقصاله برضو بالمنزار الرحمي اللي من فوق اللي موجود في الجدار بينشيله عن طريق منزار البطن واللي موجود في التجويف بيتم استقصاله بالمنزار الرحمي والحالة بتروح بعدها باربع ساعات وتمارس حياتها طبيعي تماما طيب اكد لع المعلومة دي يا دكتور ان لو الورم ده موجود جوه الرحم اكيد مش هينفع اعمل عملية حقن مجهري لا لا تصلح البيئة او الرحم مش هيكون مهي ان انا احط فيه جنيمة من ضمن المفارقات اللي كان عندي حالة كانت عملية حقن مجالي مرتين في مراكز تانية والحالة فشهو عشان الامانة ما كانش الورم اللي في بان بالصنار تماما انا بعمل لها منزار رحمي روتين عشان اشوف المشكلة ايه فلقيت ورم ليه في حجمه حوالي 2 ملي تقريبا الحاجة لاتو سكرين اه فانا مشكلته لها كان موجود في الراحم من فوقه في المكان اللي بينزالها فيه الجنين اه فانا شيلته بالمقاص المنزار ما خدش عقصة من 10 دقيق اه اللي حالة رواحة المفروض هنجهز الحقن مجالي بعد شهرين حاملة طبيعيا اه طيب اكيد فيه احتياطات حراك بتعملها قبل العملية وبعد العملية احنا نتكلم دلوقتي عن التعليمات اللي حراك بتحذر بيها السيدة قبل وبعد العملية القبل العملية ما فيش يعني السيدة مثلا وعندها ورم ليه فيه وما بتدورش على الحامل وعندها ورم ليه فيه فيه بعض الوسائل لا يمكن استخدامها زي الحبوب من الحمد دي بتكبر الأورام اللي فيه مش هتعمل العملية ومعندكش مشاكل تابع الورم ليه في كل 3 شهر لكل 6 شهور عشان نشوف حصل منه مشكلة ولا بيكبر في الحجم بزيادة ولا عشان ما عملكش مشاكل قدام الحالة عندها الورم ليه فيه فيه النزيف موجود ما تقولش لا انا هستنى لا لازم يكون فيه تدخل بتدور الحامل والورم ليه فيه خمسة سنتيء لازم انشاء ما ينفعش ينساب جوه الرحم لازم برضه انشاء بعد استقصال الورم اللي فيه بالمنزار طبعا انا موظم عمليات اللي فيه بالمنزار حولي تسانف المئة من الحالات عندي اللي الحالة الكبيرة اللي هو الورم اللي فيه اللي هو مثلا اتلاقي فيه 15 سنت و20 سنت لما ينفعش بالمنزار اللي أبقى لازم جراحها الحالة اللي زاديا مجرد ما تشيل الورم خلاص تعيش حالتها طبيعي جدا ما فيش منه اي مشاكل ورم حميد وتم استقصاله طيب لو السيدة دي عملت عملية حقن مجهرية دكتور والطبيب ما اخدش باله ان فيه ورم الورم ده كان هنقول زغير شوية ما كانش ظهر وحصل الحمل وبدأ الطفل يكبر في بطنها وبدأ الورم يكبر بيبدأ الطبيب بيبدأ ياخد خطوات ايه هل يستغنى عن الجنين ولا يتعامل ازاي مع الورم لو الورم موجود برا للجدار الرحم هو كده اسواء الورم موجود ده او برا مع الوقت هيبدأ يكبر مع حدوث الحمل هو خلاص الحمل حصل واحنا مش هنقول لا قاد مينفعش مش هيكمل او نقفل الباب لا احنا بندي علاج عشان يرخي الرحم مفيش علاج هيوقف نمو الورم اللي في تماما ما فيش تحجيم لي او ان هو محدد حجمه ما يكبرش مع الجنين ما انفعش اي تدخل عشان نشيل الرحم هيبقى اخطر من اللي احنا نسيبه يكبر فاللي احنا بنعمله اللي احنا بنسيب الورم ونتابع السيدة وندي علاج معين اللي هو المثبتات بالزيادة عشان الحمل يستمر اول ثلاث شهور بعد كده نكمل على علاج معين عشان يرخي الرحم عشان يدي مجال ان الطفل يكبر والدورة الدموية بتاعته ما تتقصرش اثناء الولادة طبعا نازم يكون في حجز دم سيدة يكون حجز الكسين او ثلاثة دم لان سيدة تبقى اكثر عرضة للنزيف اثناء الولادة طبعا استقصال الورم اثناء الخيصرية او اثناء الولادة طبعا لا منقدرش ناخد فيه قرار الا حسب حجم الورم اللي فيه وحسب مكانه يتم استقصال اولادة لكن ما ينفعش نقول لي احنا الرحم الحملة هي نكمل ونحاول نتغاضل الورم اللي فيه طبعا اكيد ارادة ربنا هتكون اعلم كل شيء شكرا لك يا دكتور نورتنا بشكر ديفي منورني دكتور محمد حسني استشاري النساء والتوليد والعقل استشاري الحق ان المجال واطفال النبيب استشاري جراحة المناظر شكرا لك يا دكتور نورتنا وبشكر كل السادة المشاهدين وانتظروا كل جديد في برنامجكم مع الدكتور